موجز الأخبار من قناة المحور أهلا بكم أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة السفير أحمد أبو زيد إن المؤتمر العالمي التاسع لدور وهيئات الإفتاء يؤكد دور مصر الرائد في تعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال نشر قيم التعايش والإصلاح الأخلاقي ومكافحة التطرف وخطاب القرهية وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن المؤتمر الذي تستضيفه القاهرة يعد حدثاً دولياً مهماً بمشاركة علماء من مئة دولة وتنظم الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم مؤتمرها العالمي التاسع تحت عنوان الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع غداً ولمدة يومين بمشاركة أعضاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تسهيل إجراءات التحول إلى الطاقة النظيفة ومنح حوافز خاصة للتأسيس أو التوسع في الأنشطة الصديقة البيئة بالإضافة إلى إطلاق مبادرات لتخطية أسطح منشآت المناطق الحرة بالخلايا الشمسية مشيراً إلى استهداف الوزارة تحقيق نمو سريع ومستدام في الاستثمارات الموجهة للتصدير جاء ذلك خلال جولته التفقدية بالمنطقة الحرة بالأسكندرية تفقد خلالها التوسعات الجديدة صديقة البيئة بعدد من المشروعات القائمة أكد وزير المالية أحمد كوجوك أن سنغافورة تعد رابع أكبر مستثمر في مصر ونتطلع لجذب المزيد من الشركات لدفع النشاط الاقتصادية مضيفاً أن تعميك التعاون بين القطاع الخاص في مصر وسنغافورة يعزز القدرات الاقتصادية بالبلدين ويمكن أن تكون الموانئ البحرية والطاقة المتجددة مجالاً واعداً للتعاون الاقتصادي مع سنغافورة جاء ذلك خلال لقائه مع الوزير الثاني للمالية بسنغافورة وذلك على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل وأشار وزير المالية إلى حرصه على تطوير بيئة الأعمال المصرية لتصبح أكثر جذباً للمستثمرين في شتى القطاعات الاقتصادية لافتاً إلى أننا سنكون خلال الفترة المقبلة أكثر انفتاحاً مع مجتمع الأعمال لتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية للقطاع الخاص شدد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني على أن هناك تعليمات واضحة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة بمواجهة مخالفات البناء ومنعها في المهد مشيراً إلى أن كل قرارات الإزالة سيتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة وأضاف وزير الإسكان أن الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبني سويف الجديدة والشروق وصلت حملات رصد وإزالة مخالفات البناء والإشغالات بالتعاون مع شرطة التعمير وذلك في إطار منع الظواهر العشوائية والحفاظ على الواجهة الحضارية للمدن الجديدة اشتركوا في القناة